اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ها نحن اليوم وإياكم في الحصة الثانية لنستكمل معا ما تبقى من حروف العطف حروف العطف هي الواو أو الفاء ثم أم لا بل حتى لكن وسميت بحروف العطف لأنها تعطف ما بعدها على ما قبلها وحروف العطف قد تعطف اسما على اسم أو فعلا على فعل أو جملة على جملة ولأحرف العطف معانا دعونا الآن نتعرف على معاني حروف العطف بشكل مفصل وذلك من خلال الأمثلة الآتية نقول مثلا أتفاحا أكلت أم برتقالا فالمعطوف عليه في هذه الجملة تفاحا وحرف العطف في هذه الجملة أم والمعطوف في هذه الجملة برتقالا وهنا عطفنا اسما على اسم فكلمة برتقال هي اسم وكلمة تفاح هي اسم أيضا ونلاحظ بأن حرف العطف أم توسط بين التابع والمتبوع أي بين برتقال وتفاحا ونلاحظ بأن حرف العطف أم في هذه الجملة لا تفيد الاشتراك في الحكم وإنما عليه أن يعين ماذا سيأكل فربما يريد تفاحا وربما يريد برتقالا لذلك حرف العطف أم يفيد التعيين وتذكر عزيز الطالب بأن الإسم المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراض إذن أم تفيد التعيين أي يعين ماذا سيأكل فربما يريد تفاحا وربما يريد برتقالا طلاب الأعزاء دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب المعطوف والمعطوف عليه وذلك من خلال هذه الجملة نقول مثلا أتفاحا أكلت أم برتقالا تفاحا مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح أم حرف عطفا مبنيا على السكون لا محل له من الإعراب برتقالا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح ونقول أيضا حصدنا القمحة للشعيرة فالمعطوف عليه في هذه الجملة القمحة وحرف العطف في هذه الجملة لا والمعطوف في هذه الجملة الشعيرة وهنا عطفنا اسما على اسم فكلمة الشعير هي اسم وكلمة القمح هي اسم أيضا ونلاحظ بأن حرف العطف لا توسط بين التابع والمتبوع أي بين الشعير والقمح ونلاحظ من خلال هذه الجملة بأن المقصود في الحكم هنا هو المعطوف عليه فحرف العطف لا في هذه الجملة تفيد إثبات الحكم لما قبلها أي إثبات الحكم للمعطوف عليه ونفيه عما بعدها أي نفي الحكم عن المعطوف فالمقصود في الحكم هنا هو ما قبل حرف العطف لا وليس ما بعدها إذن نلاحظ بأن حرف العطف لا يفيد النفي أي إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها وتذكر عزيز الطالب بأن الإسم المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراض إذن لا تفيد النفي أي إثبات الحكم لما قبلها أي للمعطوف عليه ونفيه عما بعدها أي نفي المعطوف طلاب العزاء دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب المعطوف والمعطوف عليه وذلك من خلال هذه الجملة نقول مثلا حصدنا القمحة للشعير القمحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لا حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب الشعير اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة ونقول أيضا اشتريت كتابا بل قلما فالمعطوف عليه في هذه الجملة كتابا وحرف العطف في هذه الجملة بل والمعطوف في هذه الجملة قلما وهنا عطفنا اسما على اسم فكلمة كتاب هي اسم وكلمة قلم هي اسم أيضا ونلاحظ بأن حرف العطف بل توسط بين التابع والمتبوع أي بين قلم وكتاب ونلاحظ من خلال هذه الجملة بأن المقصود في الحكم هو المعطوف فحرف العطف بل في هذه الجملة يفيد الإدراب أي إثبات الحكم لما بعدها أي للمعطوف ونفيه عما قبلها أي نفي المعطوف عليه فالمقصود في الحكم هنا المعطوف أي ما بعد حرف العطف بل وليس ما قبلها إذن حرف العطف بل يفيد الإدراب أي إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها وتذكر عزيز الطالب بأن الإسم المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب إذن بل تفيد الإدراب أي إثبات الحكم لما بعدها أي للمعطوف ونفيه عما قبلها أي المعطوف عليه أي إثبات المعطوف إذن المقصود في الحكم هنا المعطوف أي إثبات المعطوف طلاب الأعزاء دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب المعطوف والمعطوف عليه وذلك من خلال هذه الجملة نقول مثلا اشتريت كتابا بل قلما كتابا مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح بل حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب قلما اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح ونقول أيضا ما جاء الرجل لكن ولده فالمعطوف عليه في هذه الجملة الرجل وحرف العطف في هذه الجملة لكن والمعطوف في هذه الجملة ولده وهنا عطفنا اسما على اسم فكلمة الرجل هي اسم وكلمة ولده هي اسم أيضا ونلاحظ بأن حرف العطف لكن توسط بين التابع والمتبوع أي بين ولده والرجل ونلاحظ بأن حرف العطف لكن في هذه الجملة يفيد الاستدراك وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم منه ثبوته أو بإثبات ما يتوهم منه نفيه أي منع السامع من فهم شيء غير مقصود إذن حرف العطف لكن يفيد الاستدراك وتذكر عزيز الطالب بأن الاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب إذن لكن تفيد الاستدراك وهو منع السامع من فهم شيء غير مقصود طلاب الأعزاء دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب المعطوف والمعطوف عليه وذلك من خلال هذه الجملة نقول مثلا ما جاء الرجل لكن ولده الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم لكن حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب ولده اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضم وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جار بالإضافة ونقول أيضا استشد الجنود حتى القائد فالمعطوف عليه في هذه الجملة الجنود وحرف العطف في هذه الجملة حتى والمعطوف في هذه الجملة القائد وهنا عطفنا اسما على اسم فكلمة الجنود هي اسم وكلمة القائد هي اسم أيضا ونلاحظ بأن حرف العطف حتى توسط بين التابع والمتبوع أي بين القائد والجنود ونلاحظ بأن حرف العطف حتى في هذه الجملة يفيد الغاية أي ببلوغ المعطوف الغاية بالنسبة إلى المعطوف عليه من زيادة أو نقصان إذن حرف العطف حتى يفيد الغاية وتذكر عزيز الطالب بأن الاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب إذن حتى تفيد الغاية أي ببلوغ المعطوف الغاية بالنسبة إلى المعطوف عليه من زيادة أو نقصان طلاب الأعزاء دعونا الآن نتعرف على كيفية إعراب المعطوف والمعطوف عليه وذلك من خلال هذه الجملة نقول مثلا استشهد الجنود حتى القائد الجنود نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم حتى حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب القائد اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضم إذن نستنتج مما سبق ما يلي أولا العطف هو الجمع بين كلمتين بوساطة حرف من حروف العطف ثانيا العطف هو تركيب يتوسط فيه أحد حروف العطف بين التابع أي المعطوف والمتبوع أي المعطوف عليه لفائدتين ما ثالثا حروف العطف في العربية تسعة هي الواو أو الفاء ثم أم لا بل لكن حتى رابعا سميت بحروف العطف لأنها تعطف ما بعدها على ما قبلها خامسا نسمي الكلمة التي تأتي بعد حرف العطف بالمعطوف ونسمي الكلمة التي تأتي قبل حرف العطف بالمعطوف عليه سادسا المعطوف يتبع المعطوف عليه أي يأخذ نفس الحركة فإن كان المعطوف عليه مرفوعا يكون المعطوف أيضا مرفوعا أي أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا سابعا أحرف العطف تعطف اسما على اسم وفعلا على فعل وجملة على جملة ثامنا معاني حروف العطف هي ألف الواو تفيد لمطلق الجمع أي الجمع بين شيئين بدون تقيد بترتيب زمني أي تفيد الجمع والمشاركة في الحكم ب أو تفيد التخيير أو الشك جيم الفا تفيد الترتيبة مع التعقيب دال ثم تفيد الترتيبة مع التراخي ها أم تفيد التعيين واو لا تفيد النفي أي إثبات الحكم لما قبلها أي المعطوف عليه ونفيه عما بعدها أي نفي المعطوف زي بل تفيد الإدراب أي إثبات الحكم لما بعدها أي المعطوف ونفيه عما قبلها أي إثبات المعطوف حا لكن تفيد الاستدراك طا حتى تفيد الغاية أي ببلوغ المعطوف الغاية بالنسبة إلى المعطوف عليه من زيادتين أو نقصان طلاب الأعزاء ألقاكم في الحصة القادمة إن شاء الله دمتم أحبتي بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا